لا تزال اتفاقية دابلين تشكل هاجسا لطالبين اللجوء في أوروبا حيث أن كثير من اللاجئين يحاولون التهرب من مراكز تسجيل الخاصة بهم لأن تسجيل بصمة في أي دولة من دول دابلين يترتب عليها إعادة اللاجئين إلى الدولة الأولى التي بصم بها على الرغم من إقرار النسخة الثانية من اتفاقية دابلين إلا أنها لا تزال غير واضحة معالم التطبيق لدى الكثيرين فما هي اتفاقية دابلين وكيف يتم تفاديها وغيرها من الأسئلة التي ستجيب عنها المحامية السويدية من أصل اللبناني ديانا جادوريهان دابلون هي اتفاقية بين البلاد الدول الأوروبية الاتحاد الأوروبي وفيه كمان دولة داخلين فيها مثل إيسلاند مثلا ونرويج وسويسرا هالبلدين اتفقوا على أنه أول دولة الشخصة بيدخلها هي المسؤولة عن معالج طلبه بس مفهوم أول دولة كتير صعب يفهمه الشخص لأنه فيه ناس كتير بيهدوا بيجعل السويد بيعتبروا نوعية أول دولة داخلين بس هي مش أول دولة بهالطريقة بس هي الدولة اللي سمحت له الدخول هي اللي بيتبروها أول دولة فمثلا إذا اليونان هي لعطة الفيسا أو مثلا إيطاليا لعطة الفيسا فهي اللي سمحت بالدخول أو إذا الشخص دخل من طريق مثلا إيطاليا للسويد فإيطاليا بتكون هي اللي سمحت بالدخول من خلال حدوده ولهيك بيتم ترجيع الشخص لما بيتأكد من بصماته إنه موجودة مثلا بإيطاليا بيجي الشخص على السويد بيتلب لجوء فبيشوفوا بصماته وفيه سيستمين يورو داك وفيه واحد اسمه فيس الفيس هو تبعوت البياس يعني لما واحد بيتلو فياس قانونية بيجي بدخل الأوروبا ففيه سيستم للبصمات اللي الشخص تركه وفيه يورو داك هاي اللي البصمات اللي بتتاخد لما الإنسان بيكون غير قانوني في بلد مثلا ممكن يكون الشخص دخل على إيطاليا وبصمه على الحدود فهون بيحطوا تسجيل بصماته على اليورو داك هاي وبتبين دغري لانه لما بيطلب الإنسان لجوء بالسويد فبيشوفوا بصماته وبيتأكد من السيستام إذا هو دخل على بلد تاني قبل وحينا صراحة الشخص ممكن هو يخبر شخصيا يعني يقول إنه أنا دفتت على هالبلد فتت على بلد معين بس ساعتا بيكون صعوبة إنه الدولة نفسها تتحمل المسؤولية مثلا إنه إيطاليا أنا تعترف بمسؤوليتها لما ما بيكون في بصمات وإشياء سابته بعض الأسئلة اللي تجي إجمالا لأنه للمكتبنا هي إنه أنا أتركت بصماتي في بلد يطرى هاو البصمات اللجوء ولا بصمات عادية هالأصعب كتير مني أنا أنا أعرف شو هن البصمات وإذا تسجل كلاجئ في هديك الدولة لأنه إذا تسجل كلاجئ صراحة الإسويد مضطرة أن يتراجعوا على هديك البلد على البلد اللي هو تترك بصماته فيها فلازم الإنسان يتأكد أول شي لما بيترك بصماته في أي دولة حتى لو كان بالإجبار حتى لو كان بإيطاليا أو بأي بلد تاني غينغاريا أو إنه هول البصمات يطرى بصمات لجوء ولا بصمات إخدهنا لأنه أعطع بس حدود بعدين الفكرة التانية للناس ما بتستوعبها أنه إذا أطعت من حدود دولة لحدود دولة أوروبية البصمات اللي بتتاخذ على الجرانس على الحدود يعني منا بصمات دبلين لأنه البصمات دبلين هي البصمات اللي بتتاخذ في أول دولة أنا بدخلها يعني أنا دخلت على على غريكلاند فهي غريكلاند هي المسؤولة مش البلد التانية بس إجمالا بما أنه الطريقة الوحيدة لمعرفة الشخص وين دخل هي البصمات فسويت دايما بتلحق حيدا للطريق يعني هين تركت بصماتك ما عتل لازم ترجع لهونيك حتى لو كنت أنت بالحقيقة أنت دخلت من طريق تاني أو بلد تاني بعدين في قضية أنه أنا دخلت ببيسا بس رجعت على بلدي ورجعت جيت لهون كيفيني ثبت أني أنا تركت الدول الأوروبية كلت شهر صراحة ما نسقش أمر سهل كتير لأنه الواحد لازم يثبت لازم يكون عنده إثباتات ومعظم الإثباتات بتكون إثباتات دولية يعني أن ختم دولة على بيسا الدولة اللي كنت موجود فيها هي سفارتك مثلا إيطاليا سفارتك رجعتك للعراق أو للسورية أنا بترجع على سوريا بس يعني للعراق فلازم يكون في شيء اسمه أوراق رسمية بهذا الموضوع أو أنك تروح على أي سفارة ببلدك وتظهر نفسك يعني سفارة مثلا سويدية بالعراق تفرج حالك أنه أنت موجود غنيك وإلا صعبة جدا يعني الإثباتات مجرد أوراق من أنه أجار أنا استأجرت شقة أو مثلا رهت على دكتور أو هيك صراحة أوراق غير معترفية في الإثبات كمان في أسئلة بتجينا على أنه أنا لما أدخل فيسا أنا دخلت فيسا بس صلي زمان قاعد شو بدي أعمل بقدم لجوء ما بقدم لجوء ما بدي أقدم لجوء بإيطاليا لأنه الشعب الإيطالي منه مرحب فيني وبعدها ما عندي لسكن ولا الشغلة وتعملت معاملة سيئة في إيطاليا فلي فينا أقوله أنه البلد اللي بتدخل الشخص بفيسا بتنتهي مسؤوليتها بعد 6 شهر من انتهاء مدة الفيسا وأنا عم بحكي عن الفيسا اللي المكسموم فيها 3 شهر السكن مش أكتر من هيك الإقامة لأنه إذا أكتر من 3 شهر صارت إقامة ومع عادة فيسا عادية وصار بده الواحد بعد انتهاء الإقامة تبايته بسنتين ينطر ليقدر يقدم لجوء بإيطاليا بلد لازم الواحد دايما يشوف الظروف تبايته كمان وشو نوعية الفيسا ووين ترك البصمات في كتير أسئلة لازم عارفها أنا إجمالة لجاوب شو الأفضل للشخص اللي عم بيحكيني للأسف في كتير ناس بيسمعوا من أصحابه نوكزة وهيك بيفتكروا إنه هذا الصحيح هلا إذا الواحد راح قدم أردي فالشخص مضطر إنه ينطر صراحة 18 شهر لا يقدر يجع يقدم من أول وجديد وهذا بوقت كتير يعني لأي شخص بس هي لأنه المسؤولية البلد الأولى اللي دخلها تنتهي بعد 18 شهر بس اللي بيعملوه للأسف الشديد ناس كتير إنه بهالفترة بينتقلوا على بلد تاني يعني مثلا بيكونوا بالسويد وقدموا أخدوا رفضوا ترجيع دبلين على إيطاليا فبيقوموا بيروحوا على إلمانيا مثلا اللي ما بيعرفوا الشخص إنه بيرجع بيتجددوا هول 18 شهر لأنه إلمانيا راح ترجع تحكي مع إيطاليا وتطلب قبول جديد فالصفة الـ 18 شهر هم من أول وجديد رح يصيروا وصراحة أنا بنصح الناس ما يتحركي أنا بعرف إنه كتير ناس ما بيقدر يدخلوا صراحة على الإسويد إلا بهالطرق لأنه ما في طريق رسمي لدخول الإسويد وكتير من ناس عندهم أهالي وعائلات هوني ولما الشام اللي بكنا بنعرف إنه قضية سهلة فبنصح العالم إنه يتوجهوا لما كان يقدر يسألوا مكان مثلا محامي أو أي شخص قانوني يسألوا مظبوط ويشرحوا له مظبوط وضع لا ياخدوا الإرشادات الصحيحة وما يتصرفوا ويضيعوا وقت على الفاضي لأن في كتير أوقات صراحة الشخص بيكون مقدم لجوء بهذه الدولة ووجوده بالإسويد حتى لو ضلوا سنتين مثل إلتا لأنه خلاص هو مقدم ولازم ياخد القرار هونيك ففيكم فيد كتير تضيع وقت وصراحة وألم أو جعله على العائل الكل لا يعتع فالأفضل دائما أن الواحد يأخذ الجواب الصحيح ويعرف كيف يتصرف لأنه هذه مسألة حياتي بالنسبة للشخص السؤال الآخر بيجينا صراحة هو عن الترجيع إلى هنغاريا في كتير ناس سمعوا هنغاريا كيف بتعمل اللاجئين وعب يسألوا يا تورا بي رحي ترجع لي سودها إلى هنغاريا ولا لا كمان في ناس سمعوا على إنه إلمانيا ما بترجع سوريا إلى هنغاريا فيه ناس فتكروا أنه كل اللاجئين بإلمانيا ما رح يرجعوا على يعني ما رح ترجعوا ما رح تتنفذ قرار دبلين بس صراحة إنه بإلمانيا بس هنا هيك حكوا عن السوريين فقط وفي بعض الحالات صراحة بعدنا عم نشوف فيه تسفير ترجيع وصوصا لما الشخص كان مقدم رجوع أو حاصل حتى على جواب من بلد آخر بالسويد لحد هلأ مش مش مبينة الشغلة مش واضحة يعني كثير بس ممكن كثير اللي سويد ترجع ما فيه قرار رسمي بعدم الترجيع للهنغاريا أو لأيا بلد تاني بس فيه صراحة إن هلأ كمحامية أنا فيني يعني أشتكي على هلقرار أعترض هلقرار لأنه فيه معلومات كثيرة وكيفية ووافية عن كيف هنغاريا عم بتعامل اللاجئين وحتى غيرت قوانين هنغاريا يعني ضد اللاجئين كلمة تخلص من الناس فهلأمور وهلأوراق الموجودة والإثباتات على هنغاريا وتعاملها مع اللاجئين بساعد أي محامي إنه يربح الكاس يعني يربح القضية تبعوط اللاجئة الشيء آخر بيجينا أسئلة عنه هو الناس الأطفال اللي بيجوا على السويد القصر يعني اللي تحت السن في كتير ناس بينصدموا إنه عم بتروحوا وراؤهم على دوبلين على يعني مكتب دوبلين السويدي وما عم بيستوعبوا لأنه نسامعين إنه كقاصر ما بيترجع على أي بلد تاني السويد مجبورة أن تأخذه وراؤه صح بس مش كاملة يعني مش الفكرة مش كلها صح يعني إذا حالطفل كان مقدم لجوء واخد جواب بها البلد بإيطاليا أو بأي دولة تانية فالسويد بتقدر تراجعه حتى لو كان قاصر لأنه بتعامل كأي شخص تاني كأي راشد لأنه أنت قريدي عندك جواب عندك إقامة أو عندك رفض فالسويد منها مضطرة ترجع مرة تانية تعالج قضية اللجوء تبعيتك بينما هنا معظم الأوقات عم ينبشوا على إذا الشخص ده عنده عائلة عنده ناس ممكن يحتضنوا في أي بلد تاني وكرمال هيك بيحاولوا أنه يبعدوا هذا الشخص لها دولة كرمال ما يكون هالطفل لحاله بالسويد إذا كان فيه للطفل ناس هوني يعني عائلة هوني فصراحة بتم معالجة قضيته هوني وإذا ما كان عنده حدا بأي دولة تاني بتم معالجة برضه قضيته هوني وإذا الطفل رفض أنه يجتمع مع مثلاً عمه خاله جده بأي بلد تاني كمان بتم معالجة قضيته هوني المحكمة الأوروبية كانت واضحة جداً بقرارة بأنه الطفل موافروضين بعث من بلدة لبلد كلمة لي تعالج قضيته لازم يضلوا يعني لازم البلد اللي هو موجود فيه وطلب لجوءه فيه هو اللي يعالج قضية لجوء تبعيده في ناس بيسألونا شو ممكن يعملوا هوني بها الحالة إذا إجوا هوني وقدموا وإجا هوني رفضوا ترجاع تحت قرار دولان فنصيحتي هي أنه سأل إنسان عنده حدا هون يعني أرايب أصحاب أصدقاء أي شي بيربطوا بالسويد إنه يحكيه كتير بهم إذا كان عنده أقارب من عائلته مثل مثل طفل أو أم أو زوجة أو ناس كتير مقربين لإله هذا كتير بيفيده كمان شغلة تانية إنه إذا عنده أي إثباتات على أنه وتعاملها المعاملة الثيئة باديك البلد إنه أول شي يأخذ هالإثباتات ونجمعها الإثباتات ونفرجيها لأنه شي كتير منيح إنك إذا عندك قصة أولى يعني عندك إثباتات عليها كرمل يصدقوا لأنه دائما السويد تعتقد إنه كل الدول الأوروبية بتعامل نفس الطريقة بطريقة يعني إنسانية في الشيء تاني هو إنه إذا الواحد عنده مرض إنه يفرجي هالمرض إنه يحكي عنه وإنه يجيب أوراق من الطبيب على إنه هيدا مرضه ممكن ينقذي إذا هو الشخص تسفر بهالطريقة وإنه حالته رح تسوق كمان إنه ممكن نثبت إنه هالترجاع لهذه الدولة الأولى ممكن حتى يكون من ناحية إنسانية غير لائقة في السويد إنه ترحل الشخص على هذه الدولة وحسب أكيد كل واحد وظروفه بس كتير يعني بيتمنى من الناس إنه لما بيحصلوا على هالقرار إنه يراجعوا كل الظروف اللي عندهم ويحكوها للمحامي كل ما يقدر يساعدهم بأفضل طريقة